أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء المملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاة تحرص على دعم كافة المساعي الهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني في المنطقة والعالم لمواجهة مختلف التحديات وتقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لمواصلة العمل على ترسيخ أسس السلام والأمن والاستقرار بما يعود بالخير على الجميع مشيرا سموه إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات العالمية بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بمبنى البنتاجون سعادة سيد لويد أوستون وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور سمو الفريق الروكن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الروكن الدياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار المسؤولين حيث رحب سموه بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مؤكدا سموه على الرغبة المشتركة بين البلدين لمزيد من التكامل في عدد من المجالات والذي سيدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين بما يكرس الأمن والازدهار ويدعم مسارات التنمية في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقال سموه أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين تؤكد على عزم مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بالعمل جنبا إلى جنب وفق القيم والرؤى المشتركة وتمثل نقلة نوعية غير مسبوقة تدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكرية وتحقق الأمن والازدهار والتنمية الاقتصادية وفق التطلعات المشتركة معكدا على أن الاتفاقية تعزز التعاون الدولي وتمثل فرصة متاحة أمام جميع الدول التي تتشارك في مبادئ السلام وتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية والازدهار لتؤسس لبنية عالمية جديدة تخدم المصالح المشتركة وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجهال القادمة وأنوها سموه بالجهود المستمرة التي تبدلها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بجانب الدول الشقيقة والصديقة في حفظ أمن واستقرار المنطقة مشيرا سموه إلى ما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من حرص متبادل على تنميتها وتطويرها مؤكدا أهمية مؤصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية عبر البناء على ما ترتكز عليه هذه العلاقات من أسس راسخة ومتينة وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات العسكرية والدفاعية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الجانبين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر